18 يناير 2012 النهاردة ده تاريخ النهاردة يوم الأربع يارب يكون يوم سعيد وأحداثه كمان تبقى سعيدة وهنكون معاكم لمدة تساعتين على الهواء مباشرة في نهارك سعيد أنا وشتيف سبع الفل سبع الفل يا عائدة سبع خير على كل مشاهدينا وكالعادة بيكون معنا فقرات كتيرة ويبقى السؤال اللي بيسمون مليون دولار كوستن أو سؤال المليون دولار وهو ايه اللي حيحصل يوم 25 يناير يا رب خير بس أين كانت النتيجة يا رب يعني مباشر مشاكل يعني سياسيا هنشوف بس إنسانيا المهم ما حصلش أي حاجة بصي بياسوقني جدا يعني بصراحة يعني قاسف نحاقول كده بس النهاردة فرج على الهواء على السبح على أحد القنامات الخاصة يعني ودايت جدا لاني لقيت سترابا ماشي تحت في القناة وزي ستار أكاديمي اللي هو فوتينج تبعم؟ أجب على السؤال الثاني ما الذي سياحته سيوم 25 يناير واحد فوضى اتنين ما فيش فوضى ثلاثة انقسام بين الأراء شغب ولا لا شغب واتصل باثنين ثلاثة أربعة وهتكسر بخمسة جنيه يعني أنا شفت إن ده فعلا شي مش عارف أقول إيه بس يعني ملوش ملوش يعني حاجة غير نداء سوق أداء إن شاء الله مش يحصل مشاكل يوم 25 يناير اللي جاي يوم 25 يناير هو مرور سنة على اندلاع ثورة 25 يناير وإن شاء الله يعدي بسلام آيان كانت النتائج زي ما قلت بس في الآخر هو إحنا بنعيش حالة من حالات اللي بنقولها يمكن لما رجعت الفيديوهات بتاعتنا قبل حتى التنحي شفت إحنا من أول يوم لو إحنا في حالة تعلم فإحنا فلسنا مازلنا في حالة تعلم هي مطورة شوية بس يعني معلش في حالة تعلم التغيير كنت أخذ على أعدادية آه يعني بس بنتعلم والعملية عشان ننتقل نبقى بلد ديمقراطي مش في يوم وليلة وهناخد وقت آيان كانت الاختلافات مفيش حد خين مفيش حد ما بيحبش مصر مفيش حد ضد البلد كلنا في الآخر عايزين المصلحة العامة فبعتقد أن لو كلنا في بالنا ده أكيد يوم 25 هيمر بسلام والاختلاف السياسي مش معناه فوضى خالص فإن شاء الله خير النهاردة فقراتنا هتكون معظمها سياسي ومعظمها بيكون بيتكلم على هذا الموضوع يمكن تقريبا بكلها بتتكلم على هذا الموضوع هنبدأ طبعا مع فكرة الصحافة وحيكون معانا فيها الأستاذ محمد طلعة الهواري الصحفي من مصر اليوم وزي ما احنا متعودين كل يوم أربع بيبقى عندنا حديث الأسبوع أو حديث الأربعاء النهاردة هنتكلم على أهم الأحداث اللي حصلت على مدار الأسبوع اللي فات وطبعا من ضمنها محاكمة مبارح ومرافعة المحامي الرئيس المخلوع فريد الديب والحاجات الألة ولسه في مرافعة تاني لسه مكمال المرافعة مش على يوم واحد تفاصيل كتير هنتكلم فيها وعن مجلس الشعب والليجان وكل التفاصيل دي من ضيوفنا اللي هيكونوا معانا أستاذ جمال أسعد مفكر والمحل السياسي ودكتور عماد جاد عضو مجلس الشعب الجديد 2011-2012 وخبير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية عشان يعلق معانا على أهم الأحداث اللي حصلت بوراسة مجلس الشعب وعشان ما ننتقدش بقاش ده ما بنقول للحاجات السلبية ما نقولش حاجة سلبية في الإعلام عايزيني يقولكم حاجة إيجابية حيكون في قناة خاصة بتذيع جلسات مجلس الشعب كلها على بدا اليوم واسمها قناة الشعب وحكوم بتبثها على النالسات اعتقد أن دي خطوة مهمة جدا طيب معرفة قرات أخيرة عايز أقولكم أنه حيكون معانا برضو على الكلام على عام على الثورة هيكون معانا الدكتور محمد الجوادي وهو مؤرخ ومفاكر سياسي نعايز أقول بس ختاما لما بيجي ماتش كورة الناس كلها بتريح برضو السياسة بتهدأ نهاردة فيه ماتش الأهلي واتحاد الشرطة هيكون ساعة سبعة وربع بتوفيق الفرقتين الفرقتين بتوفيق لل فرقتين طيب هنروح نفاص وعطول نتزي بقى عايدة وفاكرة الصحافة والأستاذ بحما تطلعت الهوائي